عدنا مشاهدين الكرام إذن دكتور محمد نعود إلى غزة الآن واختيار السنوار رئيسا لحركة حماس ماذا يعني ذلك؟ يعني بكل وضوح بأن هذه المقاومة ذاهبة إلى الصراع بكل مقوماته العسكرية معروف هذا الاختيار له في علم السياسة رسالات واضحة بأن هذه الفئة وهذه المجموعة وهذه المقاومة سمها ما شئت هي لن تتخلى عن حقوقها في كل أراضي فلسطين والسنوار يعني نادى قبل أن يكلف بهذه المهمة التي تمت بإجماع بأنه يطالب بتحرير كل شبر من أرض فلسطين وبتالي هي رسالة واضحة وربما لم يحسب لها ألف حساب بنيامين نتنياهو عندما أصدر أوامره باغتيال نية في طهران وبالتالي الخصم الآن أصبح أشد الخصم الآن لا يؤمن ولم يؤمن في يوم من الأيام بالمفاوضات ويعي كما أسلفنا في بداية الحديث بأن الطرف الآخر يلعب على عامل الوقت وهو قارئ جيد للوضع في إسرائيل ونقصد يحيى السنوار يعي الجوانب العلامية براية كاملة وعي كامل وهو رجل يتحدث الأبرية بطلاقة رجل قضى أكثر من 25 سنة في السجون الإسرائيلي وهو يعي هذا النظام واستطاع أن يقرأ قراءة متأنية رجل أيضا حمل السلاح في السابق ويحمل السلاح الآن وبالتالي أنت أمام خصم ربما أصعب من الخصم الذي كان في السابق يفاوضك من خارج الحدود وبالتالي هذا شخص مؤمن بإيمان مطلق بأن الأراضي الفلسطينية مختصة ويجب أن تسترد وأكثر من مرة صرح وانتابعنا عبر وسائل الإعلام بأن ما أخذ بالقوة لن يسترجع إلا بقوة السلاح وبالتالي أعتقد بأن القادم لن يكون سهل لكن أيضا القادة في فلسطين سواء كانوا من حماس أو من غير حماس نحن كعرب وكمسلمين وكأشخاص متعاطفين ربما تغلب علينا صفة العاطفة لكن هم يدرسوا الأمور يعني من هو تحت القنابل تحت الرصاص وتحت التهديد اليومي بعكس من هو خارج هذا المربع لكن دكتور محمد أنا أخذ على اختيار السنوار أنهم خسروا الورقة السياسية هناك مفوضات كانت أسماعيل هنية كان سياسي محنك لكن الآن لا يوجد سياسي فيه هل هذا صحيح؟ وما الذي قلبوه السياسيين منذ عام 1945؟ طرف الآخر لا يريد هو فقط يلعب على عمل ولا يفهم إلى لغة البندقية